بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله المبعوث رحمة مهداء خلاص بقى معانا ذات منورة بأنوار القرآن الكريم ذات ممدودة، ذات مكرمة، ذات مدبر لها وذات أيضا ساعية وذات محفوظ لها وسعها وانتقلنا بهذه الذات مع القرآن الكريم وفي بناء القرآن الكريم لنحيا في دائرة أوسع من دائرة الزوات وهي دائرة الأسرة فعندما ذهبنا إلى دائرة الأسرة بدأنا في حلقة أمس الحلقة التي تكلمنا فيها في الجزء السادس عن الأسرة باعتبارها قيمة فالأسرة قيمة إذا كانت الأسرة يضاف إليها أي شيء فأي شيء يبقى في منزلة عالية ثم ما المعنى الثاني الذي يبنيه القرآن ونحن نتعامل مع الأسرة ونحن في الجزء السابع من أجزاء القرآن الكريم أن الأسرة لابد أن تكون اللبنة الأساسية فيها تبنى على قوله تعالى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع يبقى الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن احنا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى أنشأنا من نفس واحدة وجعل لهذه النفس مستقرا ومستودعا طب إيه المعنى من ده؟ المعنى الأساسي لما تعلم أن الجميع من نفس واحدة لما الأسرة تتبني على أن الجميع من نفس واحدة يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى الكلام اللي احنا تكلمناه بارح على أن الأساس في الأسرة أن هي قيمة وفيها قيم الرحمة والسكينة والمودة وهي بتتبني وبيبان أوي أوي المودة والرحمة والسكينة جدا جدا لما نكون متعاونين وتعاونوا على البر والتقوى النهاردة بيوصلنا الكلام مع القرآن عن قيمة مهمة الأسرة لو فقدت هذه القيمة ما تبقاش أسرة أو ما تبقاش أسرة بناها القرآن الكريم أو ما تبقاش أسرة ممكن تنتج حياة منورة وحياة متسعة وحياة راقية هي إيه القيمة دي؟ القيمة اللي كلنا لما بنكون في الأسرة بنتمنى أن هي تكون موجودة لأن الأسرة ما تنفعش تبقى أسرة من غير القيمة دي وهي قيمة الحب الحب ما بين الأباء والأولاد والحب ما بين الزوجين والإحسان كلهم لبعض واللي ربنا سبحانه وتعالى قالها أنه في الجزء السابع في سورة الأنهام في الآية 98 وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقههم بتواجهنا مشكلة أساسية في إصلاح قلوب الأولاد على الوالدين دلوقتي بقى زادت أول مسألة دي إيه اللي زاد عند الأولاد؟ زاد عند الأولاد أن هم حسين أن أباءهم مش عيمين بواجبهم تجاههم لأنهم بيكون عندهم تحفظات على أفكار الأباء وأفكار أمهاته وذلك دلوقتي كتر أول الكلام ده ليه كتر كده الأيام دي؟ لأن الأولاد شايفين أن ثقافتهم أكثر من ثقافة الأباء ففيهم المقصر في حق أولاده وإذا كان مقصر في حق أولاده فهو ما استحقش أنه يكون أب أو يكون أم سواء مقصر معرفيا أو مقصر ماديا وكأن الأباء ملزمين وأبناء غير ملزمين دي إشكالية لازم نرصدها ونعرفها للأسف الأبناء أصبحوا بيحملوا أباءهم ما لا يطقون وساعد في ده نمط الحياة اللي أولادنا بيشوفوه حواليهم وبيعيشوه اللي مليان استهلاك ومادية وفردانية فأصبح الولاد ما يهمهمش أبوهم بيتعب قد إيه عشان يوفر لهم احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الصعبة اللي بنعيشها فبيطلبوه إن هو يجيب لهم موبايل جديد ولا لبس غالي وبراند ولا يقول لهم إن هو قدي إيه فلوس إحنا عايزين وطول الوقت يطلبوا منه فلوس فلوس لدرد إن بعضهم بيطلب منهم إنهم من حقه إنه يكون زي بقيت زملاته عنده عربية خاصة به على الأقل إذا ما كانتش عربية خاصة به عربية يستطيع إنه يروح بيها الجامعة عشان إحنا مش هنركب مواصلات لإن إحنا مش زي غيرنا وعايزين فلوس نخرج مع أصحابنا وأنا بقول إن لو واحد عنده فلوس ما يعملش كده مع أولاده لا يعمل كده مع أولاده بس ما ينفعش إن أولاده يعمله إيه يقولوله إن الكلام ده واجب وعليه وهو مش قادر ويبتدي الأولاد يضغطوا على أبوهم بفكرة مليئة بالمقارنة وعدم الرضا في الحال عن الحال اللي أم بيعيشوه فيقوله إحنا مش عايزين نبقى أقل من أصحابنا وساعات الأم تشترك معهم وتدخل معهم في القصة وتقوله إن ما ينفعش أولاده يبقى أقل من أصحابه ويصل بهم الأمر إنهم يقولوا لأهلهم لو مش آه يقولوا عبارة بقى العبارة الصعبة بقى اللي إحنا نسمع لو إنتوا مش قد مش قد مصارفنا بتخلفونا ليه لذلك إحنا محتاجين شوية ننفي شبهة عبودية الأباء والأمهات للأبناء آه والله محتاجين نفكر كده بشوية الأباء والأبناء علاقتهم محتاجة ترجع تاني تتزن وتعيش في ظل الحب مش في ظل الاستعباد الأبوكمك مش جايين عشان يحققوا منياتك في الحياة أنتوا جايين عشان تحبوا بعض وتعيشوا مع بعض هما بالفعل ربنا جعلهم سبب في أعظم نعمة عندك وإن نعمة الوجود فجعلهم سبب لإخراجك من العدم للوجود وأهم دور ليهم هو أن هما يساعدوك تكون شخص أفضل شخص عنده أخلاق شخص منور فيحسنوا تربيتك وإنت صغير وإحسنوا صحبتك وإنت شاب وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بر الأباء في أحاديث كثيرة واردت عن حضرت النبي فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيبي ومي يبيعه وقال جئتك لبيعك على العجرة وتركت أبي وأمي يبكيان قال فارجع فأضحكهما كما أبكيتهما بعد الفاصل هنلتقي عشان نكمل الكلام بوضوح إزاي الأسرة تبقى لابنة أساسية فيها الحب وإزاي نستثمره وإزاي نقدر نعيش مع بعض في حب فتكون الأسرة أسرة منورة بحب الحبيب الأيل سبحانه وتعالى يا رب جعلنا من أهل المحبة وجعت أسرتنا دائما تتماسك بالحب وتستنير بنور حب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الفاصل نكمل معكم كلامنا عن الحب لابنة مركزية في الأسرة وكمان نتلقى أسجادتكم مباركة ولكن بعض الفاصل ورجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا الصفحة اللي دايما بتبع جسم النور بتخلينا مع بعض دايما ونفضل ماشيين مع مولانا سبحانه وتعالى ونفضل على طول سيرين في نور مجالس العلم وصلنا للابنة الثانية من اللابنات اللي بتشد وبتبني وبتبقى عمود أساسي من أعمدة الأسرة وهي التي جاءت في قولي تعالى هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع كلنا نفس واحدة من كتر حبنا بنبقى كالجسد الواحد من كتر تماسكنا إحنا جسد واحد فعشان كده الحب يا سادة شيء مهم جدا جدا وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا البر بالأباء والأمهات وشوفوا الصحابي حتى وهو لما أسلم وراح لحضرة النبي وسب أبوه أمه بيبكو حضرة النبي قال له اذهب فأضحكوما كما أبكيتهما يعني إيه اللي حاصل بنوصل لحد أن حضرة النبي يقول له أن الحب في الأسرة ما ينفعش يفتت وأن الحب في الأسرة أنا بحب الحديث ده ليه لأنه بيفهمني أن الحب في الأسرة جزء من الإيمان وهو دوة اللي بيخلينا نقدر نفهم ده وعشان كده لازم نعرف أن الأهل والأم الأهل والأم خصوصا ما لمشي علاقة بحلها إيه ولا قدمت لأولادها إيه فعن أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت على أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصلها قلت وهي براغبة أفأصل أمي قال أصري أمك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنت عليك أن أنت تصل لأمك يبقى إحنا لازم نفهم أن المسألة مش مسألة هو قدم لي إيه عشان أحبه لكن خلينا نقول أن الحب في الحقيقة مش هو يا سادة تلبية احتياجات ولا أن إنسان يوصل أنه يلب مطالب أولاده لكن الحب في الحقيقة حاجة مهمة قوي أنه نحن كلنا كلنا الأبناء والأباء الأمهات والبنات كلنا نوصل أن الحب إيه يا سيدي الحب هو الأمان كل واحد فينا يبقى أمان التاني الحب هو الاهتمام كل واحد فينا يهتم بالتاني الحب هو الاحترام كل واحد فينا يهتم بالتاني التأدير كل واحد فينا يقدر التاني لما الحب يبقى كده مش هو فقط كل واحد فينا عايز من التاني أنه يلب احتياجاته ويلب مطالبه لما الحب بنا يكون بالربعية دي أن كل واحد فينا بيأمن التاني كل واحد فينا بيهتم بالتاني كل واحد فينا بيحترم التاني كل واحد فينا بيقدر التاني ساعتها الحب هيبقى بينور البيت بيخلي البيت كأنه موصول بالسماء بيخلي البيت نعمة بيخلي الأسرة أسرة مفتوح سقف بيتها على السماء ومنورة بنور ربنا طب نعمل إيه بقى عشان نوصل لده هنقول لإجراءات بسيطة كده نقدر نقولها عشان نقدر نوصل ده كل يوم يقعدوا مع بعض كأسرة أحد اتكلموا عن المستقبل والساعات وياريت بقى الإجراءات التانية يبقى عندنا مجلس أسبوعي كده نقرأ فيه شيء من سيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم واللي بيتعلق بمعاملة حضرته لأسرته زوجته وأبنائه هو ده شيء مهم جدا 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 ويبقى نتكلم عنه بنفس بصدر مفتوح وبكلام مليان صدق ومليان محب كمان جمعوا أولادكم وزوروا أهلكم مع بعض عشان يتعلموا قيمة البر والمحبة وآخر حاجة لازم نعملها يا سادة لازم لما حد فينا يكون محتاج التاني عشان هو موجوع لازم يروحوا يسمعوا الحب معناه أن أنت تقدي لحبيبك وقته لما يكون محتاجك لما نعمل الإجراءات دي ونعيش في الإجراءات دي وكل واحد فينا يقدر متعب التاني ولما يكون حد متعبان يروح يقوله أنا ممتني لوجودك في حياتي ولما يقوله أن أنا ممتني لوجودك في حياتي كل التعب ده تغيروح لما يقوله أن أنا فخور بك أن أنت ابني ولما يقوله أن أنا فخور بك أن أنت أبويا كل ما تعب بتروح ست إجراءات اللي احنا قلناهم دولا في أهم ما يكون عشان الحب يرجع تاني للبيوت وتعالوا ناخد أسئلتكم المباركة ونبدأ بمين ونبدأ بالسيدة ممحمود تتفضل السيدة ممحمود السيدة ممحمود تتفضل تحاول تكلمنا تاني لو سمحت السلام عليكم تفضلي يا فاند وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحضريتك طيبة وبصحة وبسلام تفضلي تقول لسلام طيبة حجم محمود هل هتعب حضرتك لو قلتك وط التلفزيون واسمعيني من التلفون او وطت وبعثت عنه خار طيب لا مش عايزك تبعيد عنه اتفضلي يا حاجة محمول ربنا عايزك اتفضلي الكتلة الاستاذة اللي ردت علي الله يبو الخطر ما سمعتش طيب ربنا يجور بخاطر جمال يا حاجة محمود اتفضلي انا سامعك يا حاجة محمود اسأليني سؤال حضرتك اتفضلي طيب اولادك ترك بقى ووليدهم عبان خالص وخلقه داية خالص ومستبر على حدة المرض اللي معاه اعمل ايه طيب هو مريد زوج حضرتك اه وهو خلقه داية اه والاولاد سنهم قد ايه حاجة محمود 26 و25 و20 و11 و13 هاقولك تعملي ايه دايب هاقولك يا حاجة محمود تعملي ايه طيب هم سامعيني ها انا ببس هاي طيب خليون بقى يسمعوني خليون يسمعوني بصوا يا جماعة عشان عشان مسألة كده شوف القلوب الطيبة ايه اللي حاصل شايلة الهم هم رجالة احنا دلوقتي اقل حد 15 او 17 او 18 والاولاد كلهم بقوا مرجالة يعني يفتحوا بيوت والبنات كمان يفتحوا بيوت دلوقتي احنا محتاجين الوقتي دا انتي مش محتاجة تقول لهم تقولي الابوه من هو يصبر عليهم هم محتاجين هم ما يحنوا على ابوهم الطريقة افضل طريقة افضل طريقة عشان ابوهم يبطل يتعصب ان هم ما يحسسهوش ان هو بقى تقيل في ناس لما بيمرضوا بيبقى بالنسبة لهم المرض دا اكبر خطر بيواجهوه في حاتهم ليه لان هو بيحس ان هو هيفقد اهميته في البيت وهيفقد مكانته في البيت وهيبقى شيء تقيل فالحل الوحيد هو ان احنا نحسسه ان احنا بنحبه وان هو بالشيء تقيل وان هو نعمة من نعم ربنا سبحانه تعالى علينا ونسمعه ونتحور معاه ونتكلم معاه من غير ما نقوله انت خنقتنا دا اللي احنا محتاجينه احنا مش محتاجين ان الاب هو وهو في حالة دي الحالة المرضية اللي احنا مش عارفين صعوبة المرض وصلت لغاية فين عليه ان احنا نيجي نقوله وانت كمان لازم خلقك ما يبقاش داية هو عارف ان هو يجب ان هو ما يبقاش خلقه داية بس هو مش قادر فتعالوا نعيش بالحب في البيت دا وتعاونوا على البر واتقوا نساعدوا على نفسه احنا مره بالسوق ان هو يهدى وهو سمعني طب هو ايه اللي يحصل هو لو سمعني لما يجي يتعصب قبل ما يتعصب يقول الله عشر مرات خلاص وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يسر الامور والحالة تبقى زي الفل ان شاء الله السيدة محمد تتفضل من القاهرة سامو عليكم عليكم سامو تفضلي يا فن لو سمحت عسألك سؤال بس تفضلي دلوقتي انا بنتي معها سبع ايال وجوزها تعبان عنده الغدروف يعني ونايم وتعبان وقال لي وقال لي ان انا ماما عايز اعمل معاش وكده ورحت عاملت معاش ويه وقابضت نص المعاش بتاعي انا هعمل ايه قابضت نص المعاش بتاعك ليه هو دخلوها في المعاش ان هي ايه يعني هي ايه المتطلقة يعني اه يعني هي يعني هي للاسف يعني زورت ان هي دلوقتي عمل عملت راحت لشيخ مأزون وهو جوزها تعبان وراحت المأزون عمل لها وراء الطلق يعني اللي هو بالسنة ده وايه وراحت عامل بيه 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 اللي بقوله بالسنة يعني ايه بالسنة ده مش عارفة والله هو اللي مأزون قال لها كده ده مأزون ازاي يعني طيب يا حجة حجة محمد لو سمعت رجعي تاني عشان نشوف هنشوف عشان نشوف النصب والألعاب اللي بتحصل دي بس يا ستي انا هقولك هقولك اللي أنا فاهمه واللي بيجينا كتير واللي احنا حفظينه بيحصل ناس كتيرة تعمل ايه هي عايزة تاخد المعاش تاخد معاش ابوها فعشان تاخد معاش ابوها تعمل ايه تروح تطلق يطلقها على الورق الايه اسمعي يطلق على الورق لا هو طلقها وكده طلقها اذا راح عند المأزون ومضى على سمت الطلاق وتلفز بالطلاق يبقى طلقها يبقى طلقها لو انه راح للمأزون وتلفز بالطلاق لان المأزون لازم يتلفز لازم عند المأزون لازم يتلفز بالطلاق ومضى على الورق يبقى خلاص يبقى وسق الطلاق يبقى طلقها كونك بقى بتقولي إن هي دلوقتي عايشة معاه على إن هم بس ده طلق صوري مش طلق حقيقي ده كلام عبث طب والحل هو إيه يا سيد محمد اللي اتنين اللي اتنين ييجوا على دار الإفتة لازم نتحقق منهم وعشان كده بقول لحضرتك أنا ما قلتلكيش إن في الحالة دي هم اتطلقوا ولما اتطلقوش ده لازم نشوفهم ونشوف إيه اللي حصل ونشوف الأوراق ونشوف الأسيمة الكتب فيها إيه عشان نقدر نقول هم دلوقتي متجاوزين ولا مش متطلقين لكن اللي أنا قلته بقوله عشان الناس اللي هم للأسف بيتحيلوا ويحاولوا يأكلوا المال الحرام إن هم يتطلقوا ويعيشوا مع بعض أزواج على إن هم متطلقين لا خلي بالكم اللي هيروح يطلق عشان ياخد المعاش فيطلق وفيتلفظ بلفظ الطلاق ويطلق بشكل رسمي هو طلق وعشان كده لكن ما انطبقوش الكلام ده على حالتكم ولكن تفضلوا تعالوا على دار الإفتل إن كده ما ينفعش هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى أستاذ عزة تتفضل تفضل يا أستاذ عزة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي والله عزة أسأل حضرتك سواء الحجة ماما عندي شايفت رؤية كده طي اللي مصل على النبي زي اللي أنا وهي ماشيين إحني يعني مشوار بس عشان بس ما تستخرقش في الرؤية حج عزة نعم عشان ما تستخرقش في الرؤية لا 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 بقولها لك إذا ما هي قالت هالي طب إسماعيني طيب بس أعدي بالك بس إحنا فلسفة البرنامج طيب طب هي معا حضرتك هتقوله لك أهو يا ستي إسماعيني اتفضل طب اتفضل قول إسماعيني بس إحنا فلسفة البرنامج عندنا بس جد البرنامج عندنا إن إحنا أي رؤية هتحكيها لي إما الرؤية دي هتطلع حاجة منها بتبشرك أو حاجة منها بتحذرك بس أيها هي بس لكن إحنا ما بنعودش نفسر في الرؤية في هذا البرنامج ليه أنا هقولها لك كده على طول ويعني مش طب قولي طب قولي بسرعة طب يا الله أنا وهي ماشيين في طريق مشوار فواحد قبلها راجل كبير لابس أبيض فخبط على دهراء كده وقال لها أمدتك التأشيرة انت طلع على السعودية طلع على العمرة طيب أقولك أنا بقى الحكاية الحكاية كلها إن والدتك مشتاة للسفر للسعودية إن شاء الله رب مشتاة للسفر إلى الحجاز وإن هي تم عمر عمرة وإن شاء الله ربنا يكتب لها يكتب لها الخير إن شاء الله فتبشر إن شاء الله يكون دي بشرة لها إن شاء الله معنا مين طيب يا سيد إحنا ليه بنقول كده لأن احنا عندنا في البرنامج في جزء بنتكلم فيه عن الأحكام وعن الفتاوة وفي جزء بنتكلم فيه في أسئلتكم عن الرشاد فبنقلق جدا جدا أن الناس تاخد أحكام شرعية أن هي ياجب عليها أن هي في خلال الشهر ده تجتمع فلوس ولو تستلف عشان تروح تعمل عمرة بنخاف من المسألة إن الناس تاخد أحكام من الرؤة والأحلام لأ مفيش أحكام بتتاخد من الرؤة والأحلام أحكام بتتاخد من مصادر التشريع السيدة امو محمد تتفضل ألو تفضل يا امو محمد سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم وفضل الحمد لله كل سنة وحضرك طيب طيب هو حضرتك احنا اربع اخوات خمسة تلات بنات وولدين فكان فيه شقة والدي هي مش تمليك ايجار فان احنا سبناها وخدنا في منها مبلغ مثلا خمسة وعشرين الف جنيه فاخويا الكبير قال ان كل واحد فينا ياخد خمس تلاف جنيه فاهم حضرتك فاهم فقالينا الاخ اللي هو التاني الصغير معطرد فهل ده كده حرام ولا ايه ليه هو كده اصلا الفلوس اللي انتو خدتوها دي انتو خدتوا الفلوس ديت عشان تسيبوا المفتاح اللي عندكم اللي بتاع الشقة اللي هم بيسموه خروو الرجل فالفلوس اللي انتو خدتوها ديت مش مقابل شيء كان بيملكها والدكم لا لا ده كان حق موجود والحق ده كان بينتقل للفرع الوارس يعني اللي منكم كان قاعد مع الولدكم سنة قبل وفاته اما واني اما واني انتو ما كانش حد فيكم قاعد معاه قبل وفاته واني انتو اتفقتوا فيجوز الكلام دات وليس فيه حرم خلاص يبقى يدوت جائز وليس فيه حرم يبقى ايه اللي حاصل يبقى ده جائز وليس فيه ايه وليس فيه حرم ويبقى ليه طيب لان احنا مش هنقدر نتعامل مع ده لانه مراس ده كان حق في مسألة الايجارة والحق في مسألة الايجارة ده اصلا زال بوفاة والدكم فكانت مسألة الايجارة دي تنتقل لمن كان يحيا ويعيش مع والدكم سنة ولو سنة قبل وفاته اما واني ده كانت مش موجود يبقى الفلوس دي توزع عليكم بالاتفاق استاذة ليلة تتفضل استاذة ليلة من اسكندرية تتفضل سلام عليكم عليكم السلام عليكم حاضر ندعي وكل المشاهدين يأمنوا معنا وان شاء الله ربنا وان شاء الله ربنا يكتب لك ان شاء الله الخير والرزق فيه اقرب وقت ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب نسألك بحق هذه الايام المباركات وبحق النفحات التي انت فيها تعطي عطاء من لا يخشى الفاقة وتعطي بكرمك يا مولانا وتتجلى علينا في هذه الساعات والمباركات اعطيها يا ربنا ما سألت واجعل له يا ربنا الزرية الصالحة واجعلها يا ربنا في رضاك واجعلها في وئام واجعل هذا بابا من ابواب السعادة عليها اللهم امين ام سلمة ام سامة تتفضل من الليوبية ايوة تتفضل يا موسامة عليها وصدرتك طيب من فضل حضرتك انا خلع عدير سين بارح بعد الفطار ساعة يعني حوالي 11 ونص بالليل كده فجيت ساعة صلاة الفجر بتوضى للفجر فدرسي جاب دم فطبعا ما صلتش والحد ما قمت منهم درسي بيجيب دم فهل ده يبطل في الصيام ولا انا صيامي ما تمامش يعني صايمة والصلاة هل ينفع اصلي بالليل كله سوال الفرود كلها اه طبعا انا اقاوب على حضرتك انتي سألتيني سؤالتين الدم لما ينزل ده وانا توضيت ينفع اصلي بيه اه ينفع تصلي بيه ينفع تصلي بيه السنت لازم تحط حاجة عشان ده المكان الدرسي ده يتلوس لازم تغطيه فانتي يجوز ان انت تصلي لان الصحابة صلوا في جراحاتهم يعني الصحابة صلوا في جروحهم اللي تجرحوا فيها فنعم الدم ده ما يكونش اذا كان دم حد اخر ما ينفعش تصلي بيه لكن دمك انتي اللي جاي من الجرحك انتي يجوز ان انت تصلي فيه يبقى انتي تحاول تحافظي على تحافظي على ان الدم ما يزيدش ده ويجوز ان انت تصلي حتى لو الدم بينزل ادي اول حاجة السؤال التاني والصيام حضرتك صحيح مدام حضرتك الدم دوت بتخرجيه من فمك يبقى ان شاء الله صيامك صحيح وليس فيه شيء فخروج الدم فخروج الدم لا يبطل الوضوء خروج دمك انتي لا يبطل الوضوء وكمان خروج الدم لا يبطل الصيام يعني خروج الدم اللي ان بعض الناس بيعتبروا ان الدم ده لو خرج بيبقى زي دم الحيد لا مش زي دم الحيد لا خالص لا خروج الدم لا يبطل الصيام وكذلك لا يبطل الوضوء فعليك ان انت فقط تمنع الدم ده وتنينزل وصلي ان شاء الله وصراتك تكون صحيح يا سيدة احنا النهاردة تكلمنا عن لبنة مركزية من لبنات الأسرة وهي الحب الحب يا سئيدي لو سمحتوا مهتموا مع بعض وعودوا مع بعض وتكلموا مع بعض ومرسوا أنشطة مع بعض وكمان تحاوروا مع بعض ويا سلام لو ان كل واحد فيكم بيخصص للتاني وقت يسمعوا فيه ويحاوروا فيه ويحاول بقدر الإمكان يخفف عليه همه احنا في كتير من الأحيين مش محتاجين عشان نسبة لأحبابنا في كتير من الأحيين في البيوت ان احنا بنحبهم إلا ان احنا نسمعهم اسمعوا بعض وخاصة لو كنتم موجوين سيبوا الناس تتكلم لأن الناس عايزة تحس ان انتوا قريبين منهم لما تهتموا بيهم وتدلهم من وقتكم الحب زي ما قلنا أمان خليكم أمان للناس اللي بتحبوهم والحب كمان اهتمام يدلهم وقت والحب احترام كلموهم كلام حلو والحب تقدير امتنوا لبعض طول الوقت لو حصل ده الحب هيرجع عمر البيوت مرة تانية ويرجع بالزبط زي ما تكون فرشت البيوت خضار وخليت البيوت عمار لما تجعل البيوت متنورة بأنوار الغفار لما تعيش في حب وتعيش في موادة وتعيش في رحم يا رب كتر الحب في بيوتنا وجعلنا من أهل المحبة واكتبنا يا ربنا في حب حبنا في بيوتنا في ديوان المحبوبين عندك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين نعلم أنك تحب الحب فاجعل بيوتنا قبلة للحب وقبلة للسعادة يا أكرم الأكرمين يا جميل يا رب العالمين